صلاح مبارح بعد المباراة لسكاي سبورت كان بيقول المراسكة بيسأله بيقول له انت ما كنتش ألان بعد ما كنت بتضيع فرص قبل الهدف يعني ان انت كده حظك سايق في المباراة والحالس كان بيطالك قدامك فرح صلاح رد عليه رد مثالي او مرة اسمعه من لايب كور قال له انا ما ألقش لو فرص بتجيلي كتير لو فرص بتجيلي كتير او بتصنح لي فرص فانا تمام انا كده هسجل في اللي بعدها لو ما بتجيليش فرص اخاف حيث ان انا المطش ده هي ببقفل فرص لكن لو جات لفرص وضيعتها مش ازعلين فده فكرة النضوط العقل المحمد صلاح انه هادي كمان انه الكرة دي لما جات له حسن انا تصورت مع التوتر وقلت السقة في الكرة اللي فات ممكن يضيع مضيع جلين اه بالزبط كده قبلها مضيع جلين على طول بالزبط كده لكن لعيب تاني ما عندوش السقة اللي في النفس دي ولا المهارة اللي هو وثق فيها في مهارته يعني كان ضيعها صح انا اعتقد اي لعيب ضيع اتنين قبليها في مطش زي ده بالزبط مطش زي ده اه وبعدين تجيولي الفرصة دي لا يعني ممكن تضيع يعني انا الاحتمال الاكبر عندي انها تضيع من اي لعيب لكن صلاح لا صلاح هتعامل معها بمنتهى المهارة صلاح بادئ موسم الموسم صعب كله على ليفربول سواء في الدورة او في دورة ابطال اوروبا اليوم الاربع اللي فات الهاتريك قدام رينجرز في ست دقيق رقم كياسي كبير لمحمد صلاح بعدها هدف فوز قدام منشستر سيتي قبل بقى المباراتين دول كانت كلام بسرعة في العالم مش في مصر بس بسرعة كلم في مصر ولاد بلده يعني محمد صلاح بقى مغرور محمد صلاح بقى بيحب الفلوس محمد صلاح مبقاش بيعمل خير محمد صلاح ربنا مبقاش يكرمه محمد صلاح مبقاش مركز محمد صلاح ماني اللي عمله محمد صلاح مبقاش مبقاش موجود محمد صلاح ويجي سبحان الله ربنا دايما يكرمه من وسع ويقدر يسجل ويقدر يطالك ويقدر يرجع تاني الحكاية اللي أنا قلت البريف بتاع ده انت بعض ممكن تبقى محتملة للجمهور لأن الجمهور سريع التحول والاشتعال والغضب على طول يعني لكن هذا الكلام لا يجب أن يطرح فيه برامج أو فيه تحليلات أو فيه مستويات يعني الناس بتخطب الجمهور صح لأنك انت بترسخ اللي بتقول بين فعلات وانطبعات انت كمان بترسخه صح إنما بلا شك صلاح كان مضغوط ده ظني من أول الموسم لأنه كان غلط إنه هو أخذ سنة كاملة بيتكلم على عقده اللي حيزيد ودي مسألة كانت رايحة جاية في العالم كله وقدم جمهوره وحتى الجمهور شارك في مسألة جددول ومش جددول صحية طب قادي العقد زاد وقددنا لك طب قرينا هتعمل ايه ده جزء من الضغط اللي كان عليه هو حس أظن إنه الضغط فحيز يعمل ما يوازي وما يستحق ما يستحقه من إضافة في عقده هالند والأضواء اللي راحت كلها الهالند تشكلت ضغط على صلاح وعلى غير صلاح من نجوم الكرة الإنجليزية طبعا هاركين باوشونه كل الأسبوع دي طبعا التالتة ليفربول نفسه هوانا لما تبقى الفرقة وحشة مش مش حب أنا بقعاني السورمان أنا مش عالق بلغة ده شيء طبيعي صحيح ودي حالته لما بيلعب مع منتخب مصر بعض الناس السازجة يعني تقول الله هو صلاح بيلعب مع ليفربول ومكسر الدنيا لعب شونه منتخب مع المنتخب يا عمم انت لما صلاح بيبقى معك كرة شوف المساحات اللي بتطرح قدامه عشان يتصرفوا كرة ويمررها والمساحات اللي كان بتطرحوا قدامه ده كان ساعات الكرة بتروح له وإحنا لسه ما سيبناش ملعبنا عشان نروح له أصلا ونساعده اللي هو يبقى معاه خمسة ستة وننديله الكرة ده قوله تصرف اه وتصرف ايه ده يا عمي بس مش انت صراحة تصرف اه يا جماعة لازم التقريم لازم يبقى يعني فيه شوية حتى كمان يعني بناش الانفعلات والانطباعات بس يعني والعواطف تخليك تبقى سريع هو سوبرمن يلعب لوحده ما ينفعش الكلام ده صحيح فضعف ليفر بول أثر على صلاح طبعا يعني وخط وسط ليفر بول فيه مشاكل انما ليفر بول لعب الماتش ده بروح شرسة جدا قتالية جدا جدا وهو عارفين ان ده ماتش كان يعني يرد للعيبة كل اللي فقدوه من أول الموسم ماتش رينجرز مش مقياس بالنسبة لي انت ده قسر بتاع مجموعة صح يعني اللي عايز يطلع المركز الأول صح يقول آه فيه كده كوبري هنا هنمشي عليه اللي هو اسم رينجرز عن كوبري رينجرز يعني يوصلنا الهاتريك الهاتريك صلاح الهدف الأول ما احتفل عادي يعني ما كانتش زعيد أو يعني عادي الهدف الثاني برضه الهدف الثالث الله أدرك انه أولا انه أولا ده الهدف الوحيد اللي قاله عليه تريد مارك بتاع الصلاح براند بتاع الصلاح بنفس الطريقة اللي هي شماله وفي الزاوية البعيدة ده ده محمد صلاح ده لي ميل ده لي ميل كتب التاني يوم انه صلاح ابتسم أخيرا ايوه من أول الموسم صلاح لا يبتسم شوف بقى انفعاله أنا يريد الناس بس وانا بتكلم كده كنا يعني نعمل الثالث انفعالات بتاع الصلاح في الثالث أهداف الأولاني عادي الثاني يعني نص ونص الثالث بقى انفقر كده بقى وفرحان ومبسوط وهكذا ليه عشان أولا هو عارف انه عمل ريكورد وعمل هاترك وعمل كل اخي ما اقوله هاترك ان هاترك دي مش كلمة واحدة دي كلمتين وهو ده الصح محدش عايز يسدقني ما فيش بقى الحاجات دي ما بيش اه طرعا هات شرطة تريك هي تكتب كده لانها من الكريكت دي في الكريكت البونت اسمه ويكت فلما حدي بيسجل تلاتة ويكت ده أصل كلمة هاترك حلو اترفعت البرانيت تحية للعيب اللي جاب تلاتة ويكت فهي اسمها كده هات شرطة تريك انا كل ما اكتبها على فكرة بالطريقة دي المصححين حتى اللي بيراجعوا ورايا باللغة العربية يقولك تكتبها غلط ليه اتكتبت الحاس انت كل مرة تكتبها غلط ويعملها لي كلمة واحدة يا سيدي والله تت مضطر تشرح كل مرة صح فانا خلاص بلا انا بكتبها هاترك عادي بقى ده مرة ايه اول ما جيه يكلس بس عمليه مرة اول ما جيه كالوس كيروش في مصر تمام دخلت عاد تسرش على اسمه تمام بالانجليزي وهو برتغالي فدخلت حاول اسمع الاسم بالبرتغالي باتنطق ازاي وباتنطق ازاي فهو اخره زد اه فقالت انجليز زد في البرتغالي باتنطق شين اسمع مفيش شين اه من انجليزي مفيش شين بقى اسمعي مفيش شين فخلاص بقيت كالوس كيروش الناس هتعطي التاريخ علي هتقولك زي فلساو اه فاهم فاولت ايه خلاص لأنا انتعرف طبعا قصة فلساو فالكاو طبعا فلو هنخش اللف لنفس اللفة فاحيانا الامور العامة دا يت بنمشي زي مثلا ايه سعيدو سيمبوري اه سعيدو سيمبوري اللي كان بيلعب في المصر مش عارف ايه سعيدو سيمبوري ده اسمه بيكتب بالزبط ساديو ماني بس احنا قررنا يبقى هنا سعيدو وبنقول ساديو ماني عادي اللي في لفربول واسمه بيكتب هو هو بس خلاص دا سعيدو دا ابننا ايه فطبعا لو طبعت قلت ساديو سيمبوري هيقولك لا مش ساديو هو اسمه سعيدو ايه ايه طبعا